كيف تغير الطائرات المسيرة موازين القوى في التاسع عشر من يوليو الفين واربعة وعشرين نجح الحوثيون في الوصول إلى عاصمة الكيان الصهوني تل أبيب عبر طائرة مسيرة تسببت في قتل إسرائيلي وإصابة آخرين ما فتح السفهامات كثيرة نظرا لفشل المحاولات الحوثية السابقة منذ نوفمبر الفين وثلاثة وعشرين في اختراق الدفاعات لجوية الإسرائيلية مرصد الأزمات الدولي صلت الضوى في تقرير حديث له على مدى قدرة المسيرات في تغيير موازين القوى في اليمن وذهب التقرير إلى أن الحوثيين بدأوا بالاستفادة من التكنولوجيا الإيرانية في الفين وثمانية عشر واستطاعوا إجبار السعودية والإمارات على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل الفين واثنين وعشرين توفر المسيرات للحوثيين ميزة تكتيكية تجعلهم يحققون انتصارات رمزية لكنها بحسب مرصد الأزمات فعالة كونها سمحت لهم ببناء استراتيجيات قابلة للاستخدام داخل اليمن وخارج داخليا استخدمت ميليشيا الحوثي المسيرات في إحباط الهجوم الذي شنته الحكومة بدعم الإمارات في الساحل الغربي وفي الفين وواحد وعشرين وضمن مخطط للسلاء على مارب كثفت الميليشيا من مسيراتها مخصصة موارد واسعة النطاق إلا أنها فشلت في النهاية في إسقاط المحافظة ورغم فشل الحوثيين في تحقيق التفوق العسكري في مأرب عبر المسيرات بحسب مرصد الأزمات إلا أن استراتيجيتهم نجحت خارج الحدود فمنذ يوليو 2018 استخدموا المسيرات ضد المشاة السعودية خصوصا أرامك النفطية مستفيدين من ضعف أنضبة الدفاع الجوي السعودية في الفين واثنين وعشرين نجحت تكنولوجيا المسيرات في شن حرب اقتصادية داخلية حيث أوقفت الهجمات على حضر موت صادرات النفط اليمنية ما أتاح للحوثيين التوصل في يوليو 2024 إلى اتفاق أممي قد يتيح لهم الاستفادة من عائدات النفط والغاز إلا أن الهجمات على البحر الأحمر منذ موفمبر 2023 طرحت سؤالا جديدا إلى أي مدى ستحافظ التكنولوجيا المسيرات الحوثية على فعاليتها الأمر يعتمد على قدرة خصوم الحوثيين على بناء استراتيجية جديدة ضدهم